إذن لطالما وصف مخيم الهول بالقنبلة الموقوطة فالمخيم يحوي عشرات الآلاف من عوائل داعش من جنسيات مختلفة فيما العراقيون يشكلون نصف عدد نزلائه مؤخرا الخارجية العراقية اتفقت مع إدارة المخيم الواقع شمال شرق سوريا على آلية تسمح بنقل قرابة 600 شخص ضمن 150 عائلة إلى العراق مصادر أخرى ذكرت أن الحكومة استعادت عشر دفعات من عائلاتها خلال العامين الماضيين وحتى الآن تم نقل حوالي 1393 عائلة من الهول إلى مخيم جذعة الخاص بالعائلات العراقية القادمة من مخيمات سوريا فيما لا يزال قرابة 25 ألف عراقي في المخيم ويرى مراقبون أن تحديات كبيرة تواجه الحكومة العراقية في عملية إعادة مواطنيها التي وصفت بالبطيئة والمتراخية فلا تزال هناك بعض المدن لديها نظرة متشددة عن عودة أسر مخيم الهول في المقابل هناك رفض من بعض العائلات خوفا من عمليات انتقامية